السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعنا كرام في فيديو جديد ربما شاهدت حالة لصديق ما عندك في الواتساب سواء كانت صورة أو فيديو وتريد الاحتفاظ بها ولكن لا تستطيع اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أشرح لكم طريقة سهلة للاحتفاظ بأي حالة عندك في تطبيق الواتساب على أجهزة شاومي أولا قم بفتح تطبيق الواتساب بعد ذلك قم بالضغط هنا على الحالة ثم تحدد الحالة التي تريد مشاهدتها مثلا نقوم بالضغط هنا على أي شخص عندك في الواتساب مثلا هذا الشخص الأول كما تلاحظون بشرف أن تقوم بمشاهدة الحالة بالكامل بعد ذلك عند مشاهدة الحالة بالكامل قم بالخروج من تطبيق الواتساب ثم تضغط هنا على مدير الملفات بعد ذلك كما تلاحظون هنا قم بالضغط هنا على هذا الأيقونة ثم قم بالنزوء إلى الأسفل ثم تبحث عن مجلد الواتساب كما تلاحظون بهذا الشكل ثم قم بالضغط هنا على ميديا ملاحظة إذا لم يظهر لك مجلد الحالة أو السطبي قم بالضغط هنا على ثلاث أصلت هنا في الأعلى ثم تضغط هنا على الإعدادات بعد ذلك قم بتفعيل هذه الخاصية إظهار الملفات المخفية ثم تضغط هنا على هذا السهم قم بالرجوع كما تلاحظون هنا ظهر مجلد الحالة فقط قم بالضغط عليه كما تلاحظون وسوف تجد هنا الحالة سواء كانت صورة أو فيديو بعد ذلك يمكنك الاحتفاظ بها قم بالضغط فقط على الحالة بهذا الشكل سوف يظهر لك هنا مجموعة من الإعدادات الخيار الأول يمكنك إرسالها لأي شخص بالضغط عليه بهذا الشكل ثم يمكنك مشاركتها مع أي شخص أو إرسالها لأي شخص سواء الواتساب أو الفيسبوك كذلك يمكنك نقلها إلى أي مجلد آخر أو يمكنك حدفها أو يمكنك الضغط هنا على المزيد إذا أردت تسميتها أو إضافتها إلى المفضلة كذلك يمكنك نقل هذا المجلد أو الحالة إلى المفضلة لكي لا يتم الدخول كل مرة إلى الواتساب ثم ميديا فقط قم بالضغط عليه ثم قم بالضغط على المزيد ثم قم بالضغط على الخيار الثالث إضافة إلى المفضلة كما تلاحظون بهذا الشكل ثم عند الرجوع ثم أردنا الدخول مرة ثانية إلى المدير الملفات فقط قم بالضغط على ثلاث أشريطة ثم قم بالضغط على المفضلة و سوف تجد مجلد الحالة يعني أي حالة كما تلاحظون هنا سوف تجد هنا في هذا الملف هذه الطريقة فقط لأجهزة شاومي يمكنك تطبيقها على بعض الأجهزة مثل سامسونج فقط تختلف الإعدادات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته